أمن المعلومات هو الذي يهتم بالحفاظ على مدى سرية المعلومات والبيانات التي يقوم مستخدم الإنترنت بربطها ببعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية من أي محاولة. اختراق أو تجسس إلكترونية أنواع أمن المعلومات الأساسية أنظمة حماية البرامج والتطبيقات وأنظمة حماية نظام التشغيل وأنظمة حماية الدخول والخروج للتطبيقات وأنظمة حماية البرمجيات والإلكترونيات أهم المخاطر التي يتعامل معها أمن المعلومات ميلي استخدام تقنيات وأجهزة ذات معامل أمان منخفض ومشاكل في التشفير وتحدث الهجمات المستهدفة جغرافيا ووجود تلف في البيانات سواء رقمية والغير رقمية والاعتماد على برنامج أمان ضعيف أو غير مطور خاصة عند التعامل مع البيانات الضخمة المبادئ الأساسية لأمن المعلومات السرية والمساءلة والسلامة أو النزاهة وإتاحة المعلومات لإجراءات التي يستخدمها متخصص أمن المعلومات تقوية كلمة المرور ومصادقة ثنائية أو متعددة العوامل وإمكانية التحكم في صلاحية الوصول إلى البيانات والتشفير والمسؤولية القانونية الأمن السبراني العالمي يستخدم في حماية الأنظمة والشبكات والأجهزة المختلفة من الهجمات الإلكترونية ورقمية الأنظمة الأساسية لمجال الأمن السبراني أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية المختلفة والشبكات والسحابة الإلكترونية لتخزين البيانات تشابها مجال أمن المعلومات والأمن السبراني من حيث الاهتمام بأمن المعلومات الإلكترونية أو السبرانية يهتم الأمن السبراني العالمي بأمن كل ما هو موجود في الفضاء السبراني بما في ذلك أمن المعلومات بينما يهتم مجال أمن المعلومات بالحفاظ على المعلومات حتى لو كانت على الإنترنت يحفظ أمن المعلومات جميع بياناتك عند الموافقة على شروط استخدام التطبيق الإلكتروني وعرضة للاختراق عند استخدام أنظمة التجسس والقرصنة والفيروسات وإبلاغك بمحاولة اختراق إلكترونياً لأحد منصاتك في حين أن الأمن السيبراني منع للتطبيق نفسه منل التجسس علي كوابت ززكا وتتبع كواو يحمي الأجهزة نفسه ومواجهة للتجسس على لئن تيروني ويتتبع المتسلل آل إلكتروني ومعرفة هويته للشخصية